بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعوركم متابعين الكرام إن شاء الله كل بخير وصحة وتمام العافية إن شاء الله اليوم وصفتنا طريقة تحضير عصير السندي بالجزر والزنجبيل طبعاً كل يعرف إنه السندي غني بالفيتامين سي والجزر غني بالفيتامين كي والزنجبيل غني عن التعريف وفوائد الجسم وباعتبار كمضات حيوي طبيعي للجسم هس إن شاء الله راح أقشر الزنجبيل وأقشر السندي ونشوف طريقة تحضير عصيرنا لهذا اليوم هاي بعد ما قشرتهن طبعاً السندي عندي ما بيحب بس إذا كون بيحب فلازم تتخلصوا لنلحب مباشرة نبوع الخلاط راح أخلي كمية من السندي وشوية من الزنجبيل والجزر وأضيف علي قليل من الماء حتى تنعصر عندي هالنواد بسهولة وطبعاً أنا ما أحددت كمية يعني بكيفكم مش قد تحبين تخلون سندي جزر زنجبيل بكيفكم يعني هاي تبقى واحد حسب رغبته اضفت علي قليل من الماء وهسا مباشرة نخلي على الخلاط وراح يبدي يعني الماء اللي بالسندي والماء اللي يضفنا يخلي الماء تنعصر بسهولة هانا بعد ما اكملت عصير طبعاً هاي الوجبة الأولى راح احنا نجيب عندي هاي المصفاية وابدي اصفي العصير راح اصفي كل الكمية اللي عندي عصرها واصفيها وان شاء الله نشوف الخطوة اللي بعدها هسا هنان عندي بعد ما صفيت كل الكمية هاي الكمية اللي عندي هذا اللي يبقى يعني لطلع القشر من عنده هامرح ارجع مرت اللوخة خليلي قليل من الماء وعصره لان بعد بي فوائد يعني مات الجزر والزنجبيل والسندي فارجع اضيف لقليل من الماء وارجع اخلي على الاخلاط من جديد عصره هسا هاي نان عندي بعد ما عصرته راح ارجع مرت اللوخة اصفي لان بعد مثل ما قلت بعد تطلع من عنده فوائد يعني نقدر نستفاد من عندها هسا هاي ان شاء الله اصفي ونشوف الخطوة اللي بعدها هاي بعد ما صفيتي هسا عندي بعد هاد القشر بعد ما استفاد من عنده صار عصير جاهز تقدرون نضيف عصير برتقالوية عصير ليمون قليل من الشكر او العسل بس احنا بالبيت يحبوا هالشكل يعني بالمواد الطبيعية اللي موجودة بي متابعنا الكرام خلصت وصفتنا لهذا اليوم ان شاء الله الكل نعم بالصحة والسلامة والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة